أولاً ترجمة ذلك عبر التزام ديبلوماسي حازم إلى جانب المغرب لثمان يندرج الحاضر والمستقبل للأقاليم الجنوبية تحت لواء السيادة المغربية وأعتقد أن موقف فرنسا بدأ يحدث تغييراً لدى دول أوروبية أخرى حيث بدأت تراجع خياراتها إنه التزام بسعي لإحراز تقدم في هذا المصار ضمن الإطار المتفق عليه من قبل الأمم المتحدة مما قد يسم في تحقيق هذا التحرك أقول ذلك بطبيعة الحال من أجل المغرب ومن أجل علاقتنا الثنائية ولكن أيضاً من أجل المنطقة برمتها ولهذا أردت أن أوضح ذلك بالأمس في البرلمان إنه قرار تتخذه فرنسا وليس بأي حال من الأحوال ضد أي جهة ولكن يجب أن يسهم في اندماج إقليمي أفضل وفي استقرار أفضل للصحراء وبالتالي لمنطقة الساحل أيضاً وتحتاج هذه المنطقة بأكمالها إلى الاستقرار والالتزام والجدية والقوة والثقة التي أبداها المغرب في أقاليمه الجنوبية طوال هذه السنوات حيث استثمرتم بشكل كبير وكان خيار جلالة الملك محمد السادس الاستثمار في الموانئ والبنى التحتية والمشاريع والإسعام في استقرار هذه المنطقة من الناحية الأمنية وأعتقد أن الجيران يدركون ذلك وأود أن يتم ذلك أيضاً في إطار من السلم إذن هو أولاً التزام ديبلوماسي دولي إنها القناعة بإمكانية وجود حل دائم يهدئ المنطقة بأسرها مما سينعكس إيجابياً على قارة إفريقيا كما أن هذا التزام عملي كما ذكرت فإن كل من وكالة فرنسية للتنمية والشركات الفرنسية لن تستثمر فحسب بل ستستثمر بشكل أقوى في الأقاليم الجنوبية لصالح مشاريع كبيرة تعود بالنفع على السكان وبالتالي فهو أيضاً خيار مستقبل وتتثمن هذه المشاريع أموراً مهمة مثل تحلية المياه وتطوير البنى التحتية والموانئة والتنمية في مجال الطاقة بما في ذلك مشروع ضخم لإنتاج الوقود الأخضر وهكذا فهذه أمور ملموسة للغاية